مدخنا بأزمات بلاده يصل وريث قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قآني للعراق لإدارة أزمة العملية السياسية وجمع الفرقاء على طاولة واحدة تحت مظلة القرار الإيراني يحط الرجل رحاله في المنطقة الخضراء وينشر ثلاث رسائل الأولى لأسياده في طهران ومقتضاها أنه جدير بالثقة بخلافة سليماني وقادر على ضبط إيقاع السياسة في العراق على أنغام النفوذ الإيراني والثانية يوجهها للشعب العراقي الثائر أن إيران ما زالت موجودة وتعتبر نفوذها في العراق مسألة جوهرية تستدعي إبادة كل الرافضين لسلطة الأحزاب لو اقتضت القضية ذلك أما الثالثة موجهة للخصم الشريك في آن واحد أمريكا ومحتواها أن لا بقاء للعملية السياسية إلا بسيادة الكتل التابعة لطهران عدة عوامل تصعب مهمة تسمع القآن أبرزها استعار الصراع بين إيران وأمريكا وضغط الشارع العراقي تجاه إنهاء الاحتلال الإيراني وتخبط نظام خامنئي بأزمات داخلية وخارجية وعلى الرغم من هذا تحاول إيران بشتى الوسائل توليف الحكومة في العراق على مزاجها وخصوصا بعد أن نشبت بها أظافر المحتل الأمريكي بالقوة ممثلة بالمرشح الأقرب لها بحسب خصوم عدنان الزرفي وتعزز هذه المسألة تصريحات السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولار حول خطورة عدم تمرير حكومة الزرفي محذرا من أسوأ السيناريوهات في العراق في حال نجحت مخططات إيران في تكليف أشخاص موالين لها وبلهجة المدافع عن الزرفي يتحدث تولار في هذه التصريحات عن خيبة آمال كبيرة إذا نجحت زيارة اسمع القآن للعراق في تحقيق مبتغاها ما يعني أن واشنطن تدرك محاولات إيرانية حثيثة لعرقلة هذه الحكومة بما يتوافق مع تعين شخصيات مقربة منها المشهد السياسي في العراق يكشف توافقا أمريكيا إيرانيا على بقاء العملية السياسية لكن الفرق يكمن في أن كل فريق يريد إدارتها من زاويته وأيا كانت النتيجة فهي ستكون على حساب الشعب العراقي الرافض للعملية السياسية برمتها ترجمة نانسي قنقر